توصل بحث طبي جديد لأن عقار ويغوفي المتناول بكثرة لإنقاص الوزن يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية لدى مرضاء السمنة وطبقا للبحث الذي عرض خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة فالدواء قد يكون له فوائد تتجاوز مجرد فقدان الوزن لدى المرضى الذين يعانون من سمنة خفيفة أو فقدوا كميات محدودة من الوزن أثناء تناوله وكانت دراسة سابقة قادها البروفيسور جون دينفيل من جامعة كوليج لندن ونشرت نتائجها الأولية في تشرين الثاني الماضي قد قالت أن ويغوفي قلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل أخرى بنسبة 20% مقارنة بعلاجات أخرى وشملت تلك التجربة أكثر من 17500 شخص من 41 دولة ويغوفي هو الاسم التجاري لأدوية السمنة من شركة نوفو نورديسك وهو جزء من فئة جديدة من الأدوية القابلة للحقن لعلاج السمنة ترجمة نانسي قنقر